السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو توضيح بخصوص امتحانات نهاية السنة واجوبة المتابعين اخذت تقريبا اربع تعليقات راح نجاوب عليهم اول مرة خلينا نحكي عن امتحانات نهاية السنة لان كثير من التعليقات جاي تسأل وخاصة طلاب الخارجي هما الطلاب الخارجي جاي يسئلون يقولون لنا احنا امتحاناتنا نفس امتحانات الصباحي والمسائي يعني نفس الجدول اي يوم فنقولهم امتحانات الصفوف المنتهية الثالث متوسط والسادس الابتدائي والسادس الاعدادي نفس الجدول هما والخارجي عدكم الثالث يوم الاحد راح يبدي تسعة وعشرين خمسة يخلصون يوم الاثنين تلتعاش ستة عدهم فيزياء الثلتعاش ستة والاربعاعتهم فرنسي هاي للمدارس الاهلية هاي يعني كلكم سوى يعني الصباحي والمسائي والخارجي نفس اليوم او نفس الموعد او امتحاناتكم بالتسعة الصباح او بين يوم ويوم انتم الثالث طبعا بالنسبة للسادس الاعدادي لحد الان اه ما انطوا اي موعد او بالنسبة للسادس الابتدائي اه راح امتحاناتهم يوم تسعة وطعش خمسة اه تبدي الخميس او يخلصون الاربعاء خمسة وعشرين خمسة اا هم نفس الصباحي والمسائي والخارجي لان الخارجي اا نفس يعني هسا اه بالوزاري اسئلة موحدة كلها والعراق كلها تيمتحن وكل المحافظات تيمتحن اا نفس الموعد ونفس الساعة ونفس اليوم الصباحي والمسائي والخارجي لان هوايا تعليقات جاي تساءل ستحنا نفس الموعد فحبيت ان اوضح لهم هذا الفيديو ان شاء الله صار الفيديو واضح أو بالنسبة لهذا المراحل الغير المنتهية انتحانات الشفوية تبدي قبل أسبوع ويمكم الجدول نزلنا خلينا نجاوب على تعليقات قلت لكم أربع تعليقات التعليق الأول ده تقول بلا زحمة تقول أنا بصف خامس ابتدائي وبطلت وهس عمره 21 سنة خلينا أنا قرأته خلينا فهمكم اي جايلي لها هي بصف خامس ابتدائي وبطلت سعمره 21 سنة تريد تدرس خارجي تقول بعض الناس قال لها ما يصير الدرسين سادس ابتدائي الدرس لغو ولازم الدرسين ثالث متوسط وما عرف شنو المهم هسا شن قلت يعني ما ليش بالقال يعني هيش ماكو سادس واناكو ليش هسا هسا هم الخارجي موجا يمتحنون سادس ابتدائي فما يصير انتي ما دام بطلة وانتي ما ماخذ شهادة سادس وانت بصف خامس ابتدائي حالدرسين سادس ابتدائي الدرسين سادس ابتدائي من يبدأ التقديم هي كل سنة بشهر الدعش تروحين اول مرة للتربية تطيج الورقة وبعدين تروحين للمدرسة تطيج الوثيقة وترجعين على التربية وانتم السادس دفعون خمسة وعشرين خمسة وعشرين الف اما الثالث والسادس اعدادي يدفعون خمسين المهم فتقول ايش وقت احنا ايش وقت يلا نمتحن كل سنت يعني ثلاث سنوات سوري ثلاث سنوات يلا تمتحني أسنتي مو متحنتي أسنتي مو تريدين تمتحني ثالث ابتدائي تبقين ثلاث سنوات يلا تروحين تمتحنين ثالث متوسط وهكذا ان شاء الله وضح الجواب خلينا نشوف بعد اكو حذوفات للثالث لو الدروس كلها احنا قلنا ماكو حذوفات هاي السنة وبالنسبة للجد والمونزلنة يعني ثم الثالث متوسط الدروس كلها تمتحنونها وكلها بين يوم ويوم وماكو يعني الدروس كلها مشمولة ماكو أي حذف مادة اكو تقليص بالنسبة لكتاب الاجتماعيات لا حبي ماكو أي تقليص خاصة كتاب الاجتماعيات يعني اكو غير مواد اكو تقليصات نفس تقليصات العام لكن من الاجتماعيات لأن منهج جديد ما قلصوا اشوكت نتائج الثالث متوسط الخارجي الثالث متوسط الخارجي والسادس لحد الآن ماكو اي خبر من وزارة التربية لأن هسه جاي يصححون ويدققون ميدققون لا بس جاي يصححون بعدهم تحت مرحلة التصحيح اكو دخول شامل لا ماكو دخول شامل قلنا هاي السنة او شنو الدخول الشامل طبعا سووا تقريبا نفس دخول شامل ثلاث دروس يعني اكو طالب ما ينجح بثلاث دروس كلها للمراحل طلاب خارجي ثالث متوسط امتحنا والعام يستحقلون يمتحنون ثالث اعدادي اي ثلاث سنوات يلا اه حذف كتابين لا ماكو اكو بالثالث متوسط خاف قصدش على هذا الكتاب الكورس الثاني يعني الجزء الثاني اللغة العربية والرياضيات هذان محذوفات صدق نسيت اقولكم الكتاب الرياضيات الثالث متوسط بس السادس ابتدائي كله مشمول الثالث متوسط كتاب الرياضيات الجزء الثاني وكتاب القواعد اللغة العربية محذوفات بس الجزء الاول ما محذوف يعني الجزء الاول داخل الجزء الثاني ما داخل وبالنسبة للثالث الابتدائي هم نسيت اقولكم كتاب الرياضيات النشاط النشاط محذوف بس الكتاب الرياضيات موجود يعني بس كتاب النشاط السادس الابتدائي ما تقرونه وهي خرصة تعليقاتكم وبالتوفيق يا ربي